هل يعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكرة في أوكرانيا ويتحدى الحلف الأطلسي بعد ضم جزيرة القرم عام 2014؟ الانتشار العسكري الروسي الأخير في إقليم دونباس الانفصالي على الحدود الأوكرانية قد يوحي بذلك فأوكرانيا أبدت قلقها إزاء هذا النشاط وقالت بأنها ستظل ملتزمة بالحل الدبلوماسي للنزاع بينما عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حيال تحركات موسكو العسكرية وسارعت للتعبير عن هواجسها على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الذي قال إن حلفاء واشنطن يشاطرونها بشكل واسع مخاوفها في هذا الصدد لكنه رفض توضيح إن كانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي يهدف لانتزاع أراضي من أوكرانيا في الأثناء وصفت روسيا الاتهامات بالاستفزات الصارخة من قبل دول حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي لا سيما ما وصفته بتأجيج المشاعر الأسكرية لدى سلطات أوكرانيا وسبق ذلك تحذيرات من موسكو مفادها أن الولايات المتحدة تخطط لتسليح كييف مؤكدة أن مثل هذه الخطوة لن تساعد في تخفيف التوتر وستؤدي إلى تفاقم الوضع في دونبس جنوبي شرق أوكرانيا وفيما بدأ أنه رسالة طمأنة للغرب قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أليكساندر جريبكين من أن التواجد العسكري الروسي على الحدود مجرد حماية للمنطقة خوفا من تسلل المسلحين والإرهابيين من أفغانستان إلى دول منطقة آسيا الوسطى ومنها التسلل إلى روسيا عبر الحدود مع كازاخستان موسيقى موسيقى موسيقى